ما عايزة أقول بس لحضراتكم بشرة صار جدا لجماهير الكرة المصرية وبيان من وزارة الشباب والرياضة في اجتماع لوزير الرياضة دكتور أشرف صبحي مع ممثلي الاتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية وكافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية لزيادة الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية والإفريقية الحقيقة أخبار جيدة جدا في خبر مهم في اجتماع موسع عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية وذلك لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيري بالاستادات خلال المباريات المحلية المباريات المحلية لكرة القدم وأيضا خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الإفريقية التي يشاركون بها اللي جاي بقى هو الحلو في هذا الأمر حيث وفقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية بالإضافة إلى السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الأفريقية بالأدوار النصف نهائية والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل العدد تاني حيث وفقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية بالإضافة إلى السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الأفريقية بالأدوار نصف النهائية والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل أما فيما يخص الحضور الجماهيري في المباريات المحلية اللي فوق كان للحضور الجماهيري للمباريات الإفريقية للأندية المصرية الدور النهائي والقبل النهائي أصبح بطاقة استيعابية كاملة في كل الاستاذات اللي حيلعب فيها هذه المباريات أما فيما يخص الحضور الجماهيري في المباريات المحلية في مصر فقد تم الاتفاق على زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألف مشجع من الجماهير باستاذات القاهرة وبرج العرب وباقي الاستاذات الأخرى يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستاذات على أن تقوم الجهات التنفيذية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بوضع الضوابط الخاصة بالنوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري وفقا لأحكام القانون واللوائح وكذا وتتقدم وزارة الشباب ورياضة بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية وشركة تذكرتي والمنظمين لما يبذلونه من جهد حتيث وملموس في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية ألف ألف مبروك لجماهير كرة القدم المصرية بشكل عام الحمد لله المباريات النهائية والقبل النهائية في البطولات الإفريقية الطاقة كاملة في كل الاستادات اللي حترق أو في استاد القاهرة اللي نحن بنلعبش في استاد القاهرة حاليا وبالتالي كل المباريات الأفريقية لكل الأندية المصرية اللي حتصل للمباراة النهائية والقبل النهائية كالاستاد فول كامل أما في المباريات المحلية 30 ألف مشجع في استاد القاهرة و30 ألف مشجع في استاد برج العرب أما في بقية الاستادات فتكون الطاقة الاستعابية كاملة في المباريات المحلية شكرا للسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شكرا لجميع الجهات المعنية في هذا الأمر لأنه الجميع الحقيقة كان ينتظر هذه الخطوة من الإدارة المصرية وبالفعل الإدارة المصرية والإدارة السياسية المصرية متمثلة في الدكتور أشرف صبحي الحقيقة جهود كبيرة جدا مع كل الجهات المعنية والوزارات المعنية في هذا الأمر للوصول إلى إن شاء الله كل الأعداد اللي حضراتكم شايفينها فألف ألف مبروك لكل الجماهير المصرية إن شاء الله تعود كل الاستادات إلى ساعتها خلال ساعتها الكاملة يعني خلال الأيام القادمة